أحب العمرين إلى الله عز وجل فاروق لأنه فرق بين الحق والباطل إذا سنك طريقا ذهب الشيطان من طريق آخر قال عندما أسلم من أراد أن تثكله أمه فليتبعني خلف هذا الوادي عندما أسلم أصبح للمسلمين شأن أمام قريش أمير المؤمنين خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ديز وقصة جديدة طبعا كالعادل اللي لا يشترك في القناة يشتركوا فيها جرسة تنبيهات وديني لايك وتبقى تحت كومنت شديديني أكمل طبعا اليوم قصتنا مختلفة قصتنا غير سوينا سلسلة قصة الأنبياء وانتهينا منها ودخلنا في القصة الغامضة والمثيرة ودخلنا في هروج وأغلبكم عجبتهم الهروج طبعا أنا أقيس على حسب المشاهدات إذا فيه مشاهدات على المقطع أعرف أن والله هذه السلسلة مرغوبة وفيها مشاهدات والناس حبتها لكن إذا نزلت سلسلة وشفت أن مشاهداتها مرة طائحة فسامحوني ممكن تتوقف فكثير منكم طلب مني فيت كومنتات في السناب في الإنستجرام في كل مكان أني أبدأ أتكلم عن الصحابة رضي الله عنه ما سوي سلسلة عنهم أو أن أبرز الصحابة فاليوم بني أبدأ لكم بقصة واحد من الصحابة وأكيد زي ما شفتوا في المقدمة وعرفتوا منهم نطول عليكم في المقدمة ونقول بسم الله نبدأ القصة كان الرسول عليه صوته السلام بأبو حفص أمه مين؟ أمه حنتمة بنت هشام المخزومية وهي أخت أبو جهل وكان لقى بعمر والخطاب رضي الله عنه الفاروق أنه يفرق بين الحق والباطل كانت ولادته بعد عام الفيل ب13 سنة أراد الله عز وجل أن يعز الإسلام بعمر وكتب له الهداية وخلى يدخل الإسلام بعد بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بستة سنوات كان وقتها عمره 27 سنة أتميز عمر والخطاب أمير المؤمنين بصفات عظيمة ما تصف فيها أحد من الرجال عمر والخطاب رضي الله عنه كان طويل يعني كان طوله أكثر من طول اللي حواليه وكان رجل جسيم يعني معضل وبشرة بيضة بحمرة يعني كل صفات الجمال في هذا الإنسان كان أعسر لكن كان يشتغل بيدانه الثنتين ومن صفاته رضي الله عنه أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أحسن صفة ممكن يتصف فيها الإنسان وفي رجال ذكي ساقب في رأيه شديد في الحق يعني ما عنده لون رمادي خاصة في الدين وفوق هذا كله كان قلبه لين ويحاسب نفسه ومن كثر ما يحاسب نفسه نقش على خاتم عبارة عميقة جدا نقش على الخاتم كفى بالموت واعظا يا عمر من يقدر اليوم يكتب هذا العبارة على خاتمه زي عمر رضي الله عنه أو يحطه خلفية في جواله أو أي جهاز يستخدمه أو من أصلا يبغي يذكر الموت في كل لحظة كتبها عمر عشان يذكر نفسه بقاهرة للذات وبيت الظلمات يذكر نفسه أنه ترى فيه حساب يا عمر ترى فيه حساب من الله بيجيك لوصفوا رضي الله عنه بقوة هيبته كان شديد على الكفار رحيم بالمسلمين وعادل سعب يا نبي وقاص قال عن هيبة عمر أنه في يوم من الأيام جاء عمر والخطاب عند الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب الإذن منه عشان يدخل وكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام حريم ويقال أنه هذال الحريم كانوا أمهات المؤمنين لما استاذن عمر والخطاب عشان يدخل سمعوا صوته الحريم الموجود عند الرسول فقاموا بسرعة يتخبوا منه فقالوا الرسول عليه الصلاة والسلام تعال أدخل يا عمر أدخل فلما دخل عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام شافوا يضحك فقال عمر للرسول عليه الصلاة والسلام أضحك الله وسنك يا رسول الله فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر استغربت من هذول الحريم اللي كانوا عندي لما سمعوا صوتك ابتدرنا بالحجاب يعني بسرعة قاموا يتخبوا منك ويتغطوا فقال عمر رضي الله عنه والله أنت أحق يا رسول الله أن يهابوك وقال لهم عمر تهابوا مني ولا تهبنا من رسول الله قالوا إيه صراحة أنت أغلظ وأفض من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قد سالك فجا إلا سالك فجا غير فجك يعني من قوة وهيبته لو شافوا الشيطان يمشي في طريق يهرب الشيطان ويمشي في طريق ثاني خوف من عمر عمر رضي الله عنه كان أفضل الناس في الكلام وأكثر الناس حب ورحمة وأقوى الناس في الصلابة والشدة وأخير الناس لأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب فكان أحب واحد الله عز وجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبحان الله عمر الخطاب كان الأحب عند الله عشان كده اصطفى الله للإسلام وكان إسلامه ببداية طريق جديد في عبادة الله تعالى بالجهر قبل إسلام عمر كان الصحابة رضوان الله عليهم يعبدوا الله بس في السر لسه الإسلام ضعيف وما كان يقدر يعبد الله بالجهر إلا كبار الصحابة اللي لهم شأن في قريش لكن الضعاف ما كانوا يعبدوا الله إلا بالسر لكن لما أسلم عمر هنا تغيرت الخريطة كلها صاروا يقدروا يعبدوا الله كلهم كبار الصحابة وحتى من الضعاف اللي أسلموا ما حد كان يخاف لقبوا الصحابة بأمير المؤمنين ليه؟ لأنه كانوا يقولوا له خليفة خليفة رسول الله وفكروا الصحابة والناس اللي حوله طب دي حين لو رأى عمر وجاء واحد بعد عمر الاسم بيكون أطول خليفة 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 رسول الله موضوع صعب عشان كذا اختصروه واتفقوا على أنه مسموا أمير المؤمنين لعمر والخطاب رضي الله عنه شخصية عمر وفطنة وذكاء وأهلته أن يكون له دور كبير في رسم خطوط التاريخ كان صاحب إرادة وعازم وحازم ولهيبة بين الناس عنده علم كثير ورجاحة عقل وحسن تصرف وهذا الشيء اللي خلاه في الجاهلية سفير لقريش كان في الجاهلية من الناس القليلة اللي يعرف القراءة والكتابة أنهم ما كانوا يهتموا هم في الجاهلية بالقراءة والكتابة والأشياء هذه ومعروف عنده الجدية وقلة الضحك صوته جهور ويتميز رضي الله عنه بالمسؤولية والفراسة والعدل قضى عشر سنوات من خلافته مليانة بالرحمة والعدل والفتوحات أتولى الخلافة بعد أبو بكر رضي الله عنه في السنة 13 من الهجرة كان أبو بكر عارف أنه بيحرص على المسلمين وبيقفل كل أبواب الخلافات بينهم شهد له أبو بكر رضي الله عنه بهذه الشهادة أنه شديد بدون عنف ولين بدون ضعف وأنه قادر أنه يمسك مسؤولية الخلافة طيب كيف كانت طريقة إسلام عمر رضي الله عنه أقول لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في يم الأيام عازم خلاص مصر أنه يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام حط سيفه لبس سيفه خلاص خارجي بيروح يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام صدف في طريقه الرجال وهذا الرجال قال له خبر عن أخته إنها أسلمت لأنه كان يقول له وين رايح يا عمر بروح أقتل محمد قال له بدل ما تروح تقتل محمد رح تصرف مع أختك وزوجها أختك صبيقت يعني أسلمت فزعله غضب عمر لما سمع الخبر وراح جري البيت أخته عشان يتأكد من الهرجة ولما وصل لبيتها سمعها من بره تقرأ آيات من القرآن الكريم من سورة طه ولما تأكد من إسلامها دخل عليهم البيت وضربها هي وزوجها على بال أنه بتخاف وبترجع للإسلام لكن لما شافوا أنه ما في أمل إنها ما حترجع وكل ما يضربهم كل ما زاد إيمانهم قال في النهاية طيب إش اللي كنت تقريه أبغى أشوفه شاف الورق اللي مكتوب عليه الآيات قال يبغى يشيله عشان يقراه راحت بسرعة وشالت هذا الورق قال طيب أبغى أقرأ قالت له والله ما أخليك تقرأ ولا أعطيك يا إليما تروح وتغتسل بعدين أعطيك يا تقرأ وفعلا راح أغتسل ونفت طلبها وأخذ الورق اللي كانت تقرأها وبدأ يقرأ وقري من سورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى إليه وصل لقول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري قعد عمر يفكر يقول هذا له كلام سحر وله كلام مجانين وله كلام شاعر كلام لمس القلب كلام مباشرة أول ما بدأ يقرأ حرك مشاعره هذا مو أي كلام اللي يقلب كيانك خرج عمر يجري من بيت أخته المكان اللي فيه الرسول عليه السلام قال لأخته عطل دليني أين محمد دليني عليه خافت حسب أنه بيروح يقتله لكن لما قال لها أني بسلم دلتوا على المكان وكان في هذا المكان الرسول عليه السلام واللي معاه من الصحابة وكان من بينهم حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب له مواقف كثيرة مواقف تقشعر منها الأجسام لو حكيتلكم ياها أقسم بالله ياوادي خليكم في عالم ثاني لو عجبتكم ما السلسلة بقول لكم قصة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فدق الباب عليهم قالوا مين قال أنا عمر فمسك سيفه حمزة بن عبد المطلب وباقي الصحابة كلهم مسكوا سيوفهم عشان خايفين أنه يدخلوا فعلا يقتل الرسول عليه السلام فقال لهم الرسول شوفوا شو عنده فك الباب حمزة وهو ماسك السيف إيش اللي جابك يا عمر أين محمد قال له إنت إيش اللي جابك قال له أول شي قول لي فين محمد فقام الرسول السلام قال خلوه يدخل الصحابة قلوا يا رسول الله هذا عمر كيف نخلي يدخل ما نأمنه قال خلي يدخل فدخل عمر على الرسول عليه الصلاة والسلام هو يبكي وأول ما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهدوا أنك نبي الله من وقتها أسلم ونطق الشهادة قدر الله العمر بالإسلام لأنه الأحب عنده بعدها هاجر عمر الخطاب من مكة للمدينة علني ما خاف من أحد قبل يذهب للمدينة طاف عند الكعبة قدام قريش وبعدها لف على المشركين كلهم هم يطالعوا فيه هو يطوف على الكعبة وصلى بعدها لف على المشركين جاءوا قال لهم هو شيل سيف والقوس والسهام قال لهم كلهم كذا قريش أهل قريش واكفين قام قال لهم شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس من أراد أن تثكله أمه ويهتم ولده وترمى لزوجته فليلقني وراء هذا الوادي يعني لو فيكم شنب ورجال وبن أم وابو يجيني وراء هذا الوادي يمين بالله يقوم فرش وتدميغ إليه أن تقول آمين مين تحسبوا نفسكم؟ هذا عمر هذا هو عمر ليم مع المسلمين لكن قوي وشديد مع الكفار قوة وشهامة وجرأة ما خاف من أحد تتوقعوا أحد من قريش قدر يلحق عمر ولا فارس من فرسانها ولا واحد قدر يرفع عين أو يرفع أو يقول أنا الشنب ويجي وراء عمر كلهم نخوا وخافوا جاهد عمر الفاروق مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل المشاهد والغزوات ما ساب أي حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان له كثير من المواقف من هذه المواقف لتثبت قوة وحزمه أنه قتل خاله أوف وعمر وخطاب قتل خاله؟ هي وقتل خاله الفاروق وعمر وخطاب قتل خاله العاص بن هشام في غزوة بدر وأكد للكل بالفعل اللي سواه أن رابطة العقيدة والدين الإسلامي أشد أقوى من رابطة الدتم وبانت همة الفاروق العالية في المواقف الحرجة لما انهزم المسلمين في بعض الغزوات وممكن يكونوا قربوا للهزيمة زي غزوة أحد والخندق وبني المصطلق لما حاربوا المشركين منافقين بكل قوتهم في لحظات ضعف المسلمين في غزوة أحد وقتها راح الفاروق على رأس سرية بأمر الرسول عليه السلام شاء المجموعة من الجنود وراح بأمر الرسول عليه السلام لهوازن وهوازن هذه من أقوى القبائل وأشدها في هذا الوقت وهذا يدل على اعتماد الرسول عليه السلام على الفاروق في المواقف الصعبة يعني ما انتدبوا وما قالوا روح أنت يا عمر لهوازن اللي عارف أنه عمر هو اللي بيجيب الخبر الأكيد ومن ذكاء وحنكة العسكرية كان يمشي في الليل يكملهم في النهار وهدف المباغة كان يباغتهم وطبعا فاز بالنصر وخلى العدو يهرب وما لاحقهم زي ما أمر رسول عليه السلام قالوا لو هاربوا سيبهم وهذا دليل كمان على انضباطه لأوامر النبي عليه السلام وفي غزوة تبوك أتصدق عمر الفاروق بنص فلوسه والرسول عليه السلام سمع كلامه ورأيه في الدعاء للناس بالبركة لما صابوا بالمجاعف هذه الغزوة لما كان أبو بكر ماسك الخلافة كان يسانده ويساعده وشهد له التاريخ بحضوره العظيم في توحيد المسلمين ومنع الفتنة اللي كان بتدخل بنيرانها بينهم جمع المسلمين كلهم عشان يبايعوا أبو بكر بعدما مات النبي عليه السلام وقدم وقتها لأبو بكر كل اللي يملكه من معرفة وعلم ورجاحة وعقل عشان يخدم ويساعد أبو بكر رضي الله عنه وما كان يخرج عن أمر خليفة رسول الله أبو بكر أبدا وقف معه وقفة الأمين كان صديق رضي الله عنه عارف أهمية الفاروق معه وعمر هو اللي يفكر في جمع القرآن الكريم عشان ما يضيع بعدما سشهده كثير من حفظ القرآن في حرب اليمامة من الصحابة يكفي أن عمر توعد بالجنة وقال الرسول عليه الصلاة والسلام بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب فذكرت غيرته فوليت مدبرا يعني الرسول السلام لما شاف القصر وشاف المرأة اللي يتوضى وقال لمن هذا القصر؟ قالوا هذا القصر لعمر أذكر رسول غيرة عمر فرجعه ماشي ما كمل كانت غيرة رضي الله عنه قوية استقامة الفاروق وصدقه ومكانته العالية عند الرسول عليه الصلاة والسلام وبشروا النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيموت شهيد لما طلع الرسول عليه الصلاة والسلام جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان فقال للجبل أثبت أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان يا الله كرامة وشعور عظيم هذا الشعور لما نبيك يبشرك أنك حتكون شهيد وبتكون من أهل الجنة أنتوا عارفين أنه كم آية من آيات القرآن الكريمة توافقت مع عمر رضي الله عنه لما رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام لو خلينا من مقام إبراهيم مصلى بعدها نزلت آية من الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ولما قال يا رسول الله لو تأمر حريمك إنهم يتحجبوا لأنه يكلموا البر والفاجر ما تعرف نيات الناس بعدها نزلت آية الحجاب توافق برضه على كلام عمر رضي الله عنه كان عمر من خطاب رضي الله عنه حريص على رعيته يهتم فيهم كان يخرج آخر الليل يتفقد أحوالهم يشوف أحد محتاج شيء أحد يبغى شيء الأمور كلها تمام في يومنا الأيام هو يتفقد الناس لقى حرمة وجاه المخاض يعني خلاص دحم بتولد وما عندها أحد يساعدها فراح يجري لزوجته أم كلثوم وشاي على ظهره الأكل كمان مرة من المرات لقى حرمة تطبخ في الليل لأولادها وهم يبكوا جهنين وعرف منها إنها قاعدة تغلي الموية بس عشان توهم أطفالها إنها قاعدة تسوي أكل عشان يناموا فمشي من عندها مسرع ويبكي ورجالها هو شاي لها الدقيق واللحم وطبخ لهم وأكل الصغار وما سابهم إليه ناموا رحمة وحب واهتمام أمانة ما ضيع الأمانة التي تولاها كان رضي الله عنه يهتم ويخدم حرمة عجوزة وعمية ومقعدة ويقضي الأحاجتها وفي يومنا الأيام كان يوم مطر يمشي وتجول في المدينة سميح حرمة تطلب من بنتها إنها تخلط لبا بالموية فرفضت بنتها تسوي لطلبته أمها قلت لها يا أمي أمير المؤمنين منع عن ناس إنهم يسوي كذا قلت لها الأم طيب إيش اللي يدر أمير المؤمنين دحا ما يشوفنا فقلت لها البنت إذا أمير المؤمنين ما يشوفنا دحين فرب أمير المؤمنين يشوفنا وقتها فرح الفاروق باللي سمع من هذه البنت وفوق هذا كله زوج الفاروق ولد وعاصم من هذه البنت ولما جاء طاعون عمواس أتعامل رضي الله عنه مع هذا المرض بحكمة ورجاحة وعقل خرج للشام ومعاه عدد من الناس على فكرة أنا تكلمت عن طاعون عمواس بحط لكم الرابط تحت اللي يبغي يتفرج ترى مرة مرة أحداث جدا لا تفوتكم بحط لكم الرابط تحت صندوق الوصف استمتعوا خرج للشام ومعاه عدد من الناس لما عرف إنه المرض انتشر في الشام أمر كل اللي معاه إنهم يرجعوا ومنعهم منهم يدخل الشام فقال له عبيدة بن الجراح أتفر من قدر الله يا عمر فقال له عمر إيو نفر من قدر الله إلى قدر الله ورجع في طريقه ولما سمع من عبد الرحمن بن عوف إنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وهذا كله شرحته في حلقة طاعون عمواس فعمر رمادة هذا العام أنصابوا الناس فيه بالقحط وجاءوا الناس والمسلمين إليه كانوا بينهلكم وقتها كان عمر والخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وهذا العام تسمى بالرمادة من قلة المطر فمشي الناس من الوادي إليه المدينة المنورة قدموا لما فاروق رضي الله عنه كل الموجود في بيت المال وزاد أكثر وتألم وحزن على المسلمين وما كان يقبل يأكل أي شيء غير الزيت والخل إليه نضع في جسمه وسود وجهه وجلس على هذا الحال يأكل زيت وخل لمدة تسعة شهور إليه جاء فرج الله وصلى المسلمين مع الفاروق صلاة الاستسقاء غلام عمر بعدما راح البلاء راح يشتري السمن واللبن وجابه للفاروق عشان يأكل حاول يقني عمر كذا مرة كل يا أمير المؤمنين خلاص الحمد للبلاء ترفع كل السمن واللبن تراك أنت مرة ضعفت لكن رفض تماما أنه يأكل السمن واللبن طلب من الغلام قال له روح شير السمن واللبن وتصدق فيهم هذا كله من حرصه على الناس اللي كانوا في رقبته من إنجازاته رضي الله عنه أنه وسع المسجد الحرام والمسجد النبوي في السنة السبعة عشر من الهجرة لأنه زاد عدد المسلمين والناس اللي تصلي فقام اشترك كل اللي حول المسجد معادة غرف أمهات المؤمنين وبيت العباس بن عبد المطلب اللي رفض يبيع له بيته في البداية بعدين قام قدم البيت صدق الوجه لله عز وجل فبناله الفاروق بيت من بيت مال المسلمين لأنه تصدق ببيته ووسع مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام زيادة وحدد موقع برا المسجد اللي يبغى يتكلم في أمور الدنيا ولا اللي يبغى يتكلم بصوت عالي وكان يعصب من اللي يرفع صوته في المسجد إلا المسجد خط أحمر ونفس الشيء سواه في المسجد الحرام اشترك كل البيوت وهدمها ودخلها في المسجد الحرام وحوطوا بشدار وحطوا له أبواب وحط ردم في أعلى أمكان في مكة المكرمة عشان يحمي المسجد الحرام من السيول لما الفتوحات الإسلامية زادت في عاهد عمرو الخطاب وتوسعت في كل مكان وكبرة الدولة الإسلامية ووصلت للصين وبحر قزوين وتونس واللي وراها والنوبة وفتحوا معظم الديار والبلدان فتحت الجيوش الإسلامية في عهد الفاروق بلاد الشام إيران العراق مصر ليبيا وكل هذا اللي سواه كان خلال عشرة سنوات بس وكانت هذه الفتوحات وقت مدة خلافتهم طبعا بعد مشيئة الله عز وجل ومن ضمن هذه الفتوحات ومن أكبر الفتوحات فتح بيت المقدس فتح القدس وكان هذا الفتح شيء فريد من نوع وكانت مشاهد هذا الموقف مثيرة لما كان رضي الله عنه رايح للقدس كان يركب على الداب بمرة هو ومرة الغلام ومرة خادمه مرة هو ومرة الخادم وهذا الشيء يدل على رحمة وعدل أمير المؤمنين وصل لأبواب المدينة ورجلهم بلى الأب الطين وسبب المطر ينزل فرسل الفاروق رضي الله عنه قادس الجيوش الإسلامية لحكام القدس عشان يسلموا مفاتيح الأقصى هو كان يبغى السلم لكن حكامهم ما رضي يسلموا المفاتيح لأي واحد لا العمر بن العاص ولا الشرحبيل ولا العبيدة بن الجرح قام الحاكم قال كلام عجيب لهذا الصحابة القادر الكبار قال لهم إحنا قرينا في كتبنا أوصاف اللي بنسلموا المفاتيح وما نشوف هذا الأوصاف ولا في واحد فيكم فقاموا رسل الصحابة الخليفة عمر الخبر وقال له ترى يا أمير المؤمنين الملوك ما رضي ينسلموا وما رضي يسلموا إلا ما تتيجي بنفسك قام عمر يستشير عثمان وعلي يروح لهم ولا لا فقال له عثمان رضي الله عنه يضل عنهم كل مجمعين فقال له عثمان لا تروح عشان ترغم آنافهم وينذلوا لكن علي قال له روح عشان يخف الحصار على المسلمين للمرابطين هناك في حصار اليهود سمع الخطاب رضي الله عنه كلام علي وافق أن يروح ورح لهم معه غلامه الخادم بس هو والدابة والخادم وكان يتناوب على ركوبة الدابة مر يركب عمر مر يركب الخادم مر يسيبوه ترتاح ولما كانوا قريبين على بلاد الشام وقريبين من القدس هتورطوا في أرض مبلولة وسلوا المطر والسيل في وادي عمواس فقال الصحابة أبو عبيدة للفاروق أتخوض الطيم بقدميك يا أمير المؤمنين وتلبس هذه الملابس المرقعة ملابس كانت مقطعة ومرقعة وما تدل على هيئة خليفة وأمير مؤمنين وهذا القوم اللي انت رايح لهم قياصر وملوك وأغنياء يحب المظاهر وانت أمير المؤمنين بالنسبة لنا يعني ممكن لو تغير ملابسك وتغسر رجولك يكون أحسن صح اللبس اللي كان لابسه قديم ومرقع ومقطع لكن هيبة عمر وقوته مليا الثوب ما يحتاج لبس ويغير ملابس عشان تبان هيبته فقاعد يترجاي غير الملابس لأنه مقامه كبير مقام عزة وتشريف للمسلمين لأنه دحانه هو رايح يستلم مفاتيح القدس بيده طبعا عمر ماهتم لكلام أي أحد فيهم ورد عليه برد قوي وفيه حدة شوية من التهديد قالوا لقد كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله والله لو قالها أحد غيرك يا أبو عبيدة لعلوت رأسه بهذه الدرة كان مع عصايا اسمها الدرة لو أحد غيرك يا أبو عبيدة قال هذا والله يضرب العصايا في رأسه وكم ما لمشي مع خادمه هو يتناوب معه وقاله أمراء القادة نتمنى تكون وقت ما يوصل عمر للقدس يكون هو على الدابة على الأقل أنه خافوا أنه وقتها وقت دخول عمر لحاكم القدس يكون در الخادم في الدابة وفعلا صار اللي كانوا خايفين منه ودخل عمر والغلام والدابة لحاكم القدس واللي كان راكب الدابة الخادم وأمير المؤمنين عمر يمشي على رجوله لما وصلوا حكام القدس شافوا عمر وملافسه وكمان يسوق الدابة بنفسه والخادم راكب على الدابة على طول سلموا المفاتيح تفضل هذه المفاتيح وقام يقول الحاكم حق القدس أنت الذي قرأنا أوصافه في كتبنا يدخل ماشيا وغلامه راكبا وفي ثوبه سبعة عشر رقعة ولما استلم عمر المفاتيح سجد لله وقضى ليلته كلها يبكي وما جفت عينه من الدموع لما سألوا إيش بك تبكي يا أمير المؤمنين قال أبكي لأنني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكروا بعضكم بعضا وعندها ينكركم أهل السماء طبعا فيه كثير أشياء وأمور اعتمد عليها الفاروق في قيادته كان ذكي عشان يوصل الفتوحات الإسلامية لكل هذه الأقطار والدول والبلدان والأمصار ومن هذه الأمور الشورى وخلها نظام إدارة وحكم كان يجمع الصحابة عنده ويستشيرهم كان حريص يجمع المعلومات عن كل شيء يخص الأعداء كان يخاف عن الأرواح اللي في الجيوش ما كان يغامر ويروح كان عنده بعد نظر وشجاعة وقوة بدنية كان فارس ونيجي لمرحلة تدوين الدووين استخدم العرب والمسلمين الدووين أول مرة فعهد عمر الخطاب رضي الله عنه أمر الصحابة أنه مسووا الدووين لما شاف الفلوس كثرة اللي ترجع البيت المسلمين وكان هذا الشيء في سنة عشرين هجرية وكانت نهاية هذا البطل بالاستشهاد زي ما وعدوا الرسول عليه الصلاة والسلام أن طعن بطل الأم الفاروق بسبق أبو لؤلو المجوسي وكان في يوم الأربعاء قبل ما ينتهي شهر الحج بثلاثة أيام واستشهد بعد الطعن بثلاثة أيام وقته كان يصلي الفاروق عمر صات الفجر بالمسلمين أن طعن غدر أبو لؤلو المجوسي كان يصلي وراه في الصف الأول وأول ما بدأ يكبر قام طعنه فقام عمر على طول يمسك يد عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة وبعد ما عرف من اللي طعنه قال الحمد لله أني من طعنت على يد واحد مسلم ورسل ولده عبد الله لأم المؤمنين عائشة يستأذنها يقول لها يا أم المؤمنين عمر يستأذنك يبغي يندفن جنب الرسول عليه الصلاة والسلام وجنب أبو بكر الصديق رضي الله عنه تئذني له فسمحت له عائشة رضي الله عنها أنه يندفن جنب أصحابه من قبل ما يموت هذه هي حياة عمر هذا هو عمر عمر الفذ عمر الشجاع عمر القوي عمر اللين عمر الشديد عمر الحازم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبكذا نتهم انقصتنا لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل جرس التنبيهات وهم شيء صلي على الحبيب قلبك يطيب وفمان الله لو أعجبتكم السلسلة لايكات 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 ومشاهدات فمان الله اشتركوا في القناة